أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على الدور المهم لمؤسسات التعليم العالي في رفض مختلف القطاعات بالكوادر والكفاءات المؤهلة التي تسهم في مساعي التنمية والازدهار وأشار سموه إلى أهمية مواصلة مواكبة أحدث أساليب وتقنية التعليم الحديثة التي تدعم الإبداع والابتكار والتعزيز دور البحث العلمي في مختلف مسارات التعليم بما يحقق الأهداف المنشودة في تخرج كوادر قادرة على دعم أفاق التنمية في مساراتها المتعددة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم معالي الدكتور سعد بن سعود الفيد رئيس جامعة الخليج العربي وذلك بمناسبة تعيينه كرئيس لجامعة الخليج العربي حيث أعرب سموه عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في تأدية مهامه بما يحقق أهداف الجامعة متمنيا سموه للجامعة مزيدا من التقدم والنماء بما يحقق تطلعاتها المنشودة ويسهم في مواصلة مسيرتها الرائدة في مجال البحوث والدراسات العلمية المتخصصة نوه سموه في هذا الصدد بالدور البارز والحيوي الذي تطلع به جامعة الخليج العربي في تحقيق الأهداف والرؤى التعليمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إسهاماتها العلمية والبحثية وربدها لمختلف القطاعات الصحية في دول مجلس التعاون بالكوادر الطبية المتخصصة التي تسهم في تعزيز المنظومة الصحية لدول المجلس مستذكرا سموه جهود معالي الدكتور خالد عبد الرحمن العهلي رحمه الله رئيس جامعة الخليج العربية السابق ودوره المشهود طوال فترة رئاسته للجامعة من جانبه أعرب معالي الدكتور سعد بن سعود ألفهيد رئيس جامعة الخليج العربي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي لائب جلالة الملك ولي العهد على ما يوليه سموه من حرص واهتمام بدعم جامعة الخليج العربي وتعزيز دوره التعليمي معربا عن تمنياته لمملكة البحرين بالمزيد من التقدم والإزدهار